يقولون أحمد محمد أيضا روى والطحاوي بسند جيد كما بيانته سلسلة الأحاديث الصحيحة روى قصة يوشع بن نون فأنقيل فهذه الأمة أفضل بني إسرائيل فإذا كانت قد ردت ليوشع فما المانع أن ترد لفضلاء هذه الأمة فيقال يوشع بعضهم جائم أولين القصة مع اليوشع لم ترد له الشمس ولكن تأخر غروبها يعني نفس القصة الغروب تأخر وطول له النهار نفس القصة صارت أنه يعني شمس وقفت كان تمشي علي كيفة كانت تسرع يعني هي بول الشمس طبعا هي الشمس واقفة ولكن الأرض كانت سريع تمشي بعدما وقفت شوية أخذت بريك وبدلت على الغير على الثانية على الثالث ما أدري حتى تمشي الأرض على مهلها والأخ يصلي خلص صلاته وهذا قد لا يظهر للناس فإن طول النهار وقصره لا يدرك ونحن إنما علمنا وقوفها ليوشع بخبر النبي وأيضا لا مانع من طول ذلك ولن شاء الله لفعل ذلك منين جبت الخبر ونسبت للنبي هنا مشكلة هنا أول كلام أنا نصدق بهذه الروايات هالأخباريين اللي كانوا فيه راوينا الأحاديث وراوينا القصص وصدقون فيها الأخ أحمد رامي يقول ينبغي تنظيف الإسلام من كل الخرافات اليهودية خرافات إسرائيلية متسرة بأنه الأخ سفيان المنزه يقول أنه يجب العلم أن القرآن هو المصدر الأصدق لفهم كل ما استشكل علينا من أمور الدين الكبرى وحتى الصغرى فأما المعجزات المادية الظاهرة التي جاء بها الرسل والأنبياء فهي ثابتة ولا مجال لنكرانها إلا عند الجاحدين والكافرين ومن كان على شاكلتهم لكن كل تلك المعجزات انتهى عهدها بمبعث النبي صلى الله عليه وآله والقرآن صريح في هذا الأمر وذلك لقوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون لذلك فكل ما زعمه الغلاة لرسول الله أو لغيره إنما هو كذب وافتراء فحتى انشقاق القمر لم يثبت وإنما هو أخبار بحدث عظيم من أحداث اقتراب الساعة والله تعالى أعلم يعني القصص المعاجز اللي جابها المذكورة في القرآن للأنبياء السابقين يعني معاجز بسيطة ما تدخل في الكون يعني طوفان فيضان مثلا إجه أو مثلا النبي موسى عند عصاية سرحية أو مثلا النبي عيسى كان يبري الأكمه الأبرص ويوحي الموتى بإذن الله أحداث فردية يعني ممكن تعقل وطبيعية أما أنه الشمس تنقلب والأرض تدور بالعكس وكذا يعني هذه قصص ولا أحد يذكرها ولا أحد يرويها ولا أحد يسامع بيها هنا المشكلة أيضا خليل السبيح يقول لنا الشيخ المفيد الشيخ المفيد رجل يعني على أساس عالم مؤسس طائفة منتدم قروه من الزمن وبهذا الطريقة يناقش الأمور يجون بعد الناس آخرين نفس الشيء يمشون بالتقليد تقليد لعمة مشكلة أحدنا إحنا حتى علمائنا كثير من علمائنا يعني بين قوسين هم مقلدين يمر على الأشياء وضمن الجو اللي عايش فيه ضمن الجو اللي عايش فيه ما يقبل يعني يناقش فيه ما يقبل يفكر تفكير آخر لأنه مصالحة وكيانة كلها مبنية على المجتمع فإذا قال شيئاً يخالف المجتمع رح يفقد كل شيء وبالتالي يخشى من قول الحق ويخشى من الاقتراب من الحق حتى خوفاً على مصالحه ومكاسبه وكيانه فبالتالي يكرر يسعد بطلاق الشيخ على المنبار وبكل قوة يتكلم وبكل قوة يتكلم ويهاجب الآخرين